السلام عليكم طلاب ثلاث سنوي النهاردة ان شاء الله وإذن الله معادنا مع الحصة التسعة واشر هنبدأ مع بعض التصحيح الواجب أول حاجة كان عني من أسمع القديم وجديد مرتين بس واحنا بالفعل بدأنا المرة اللي فاتت ان احنا نخش في يونت سابن فأخذنا كلمات الخاصة بيونت سابن سمع الكلمات الخاصة بيونت سابن طبعا انت مجرد ما بتعرف التقنية بتاعت التسميع بتلاقي الدنيا سهلة يعني أغلب الكلمات اللي انت بتتعرض لها هتلاقيها أزيمة ولو كلمة من الكلمات تعتبر لسه يا دوبك مش مسبتها ولنكن مثلا التصميم لترمنيشن فهنلاقي نفسنا لو ركزنا فيها شوية بدل انت عرف تقرأها فانت بالفعل ايه هتسمعها طبعا هنا واضح ان الحمد الله ما فيش معايا كلمات جديدة غير هما المجموعة دي بس ده بيونت بيونت ده بيونت سابن برضو في الصفحات دي الملاحظات اللغوية النقطة اللي تليها عني ان انا سمع متراضفات ومتضادات في الواجب ادي تسميع المتراضفات والمتضادات مفروض ان انا بعد كده هخش على طبعا ده شغل المرة القادمة وان انا عندي في برنامج المراجعة هنا مفروض ان انا اسمع نص يونت 2 فادي تسميع نص يونت 2 دود التسميع الخاص بالحصة يعني احنا الحصة اللي فاتت كان معانا المرة القادمة ده كان في جسم الحصة اللي قابلها انه مطلوب مني في الحصة السابقة الحصة اللي فاتت ان انا اسمع جزء معين لو سمحت الجزء ده مهم جدا فعليا ان انا اخلي بيدي وبصمع ده هو تشغل المرة دي عندي مفهوم انا نقل القواعد واكمل اختيارات هنا دي اتنين وهو ده تقريبا اللي كان معيه يبقى ده هو الجزء الخاص بنقل القاعدة بل القاعدة زي ما احنا متفقين خلاص الترمى قربي ينتهي لو ما كانش انتهى فعلا بنكتب الشرح باللغة العربية ولو فيه اي فورمينج او تكوين للاجزاء اللي احنا مشتغلها بنكتبها مع عدل امثلة اما نقل الاسئلة فدوت انا عشان بنقل فانا هنقل السؤال زائد الاجابة وكده وفوض ان احنا النهاردة نشتغل الحصة بتاعتنا منقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انك تجعل الصعبة سهلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم والحكيم فتحنا مع بعض الكونتينت فهنجد ان احنا خلصنا منهج الترمى الاول وكتبنا عليه كله ضن بالفعل لغاية الاخر لغاية من السيكس خلصنا كله القراءة كل شي مفيش عندي غير قطعتين بس في قراءة الترمى الاول في الريفيجن فمعنى كده ان انا حركن شوية كتاب الترمى الاول وهبتدي اشتغل من النسخة اللي انا اشغالها منها من الترمى الترمى سمع متلازمات لفظية صوت يبقى انا مفروض انا سمع المتلازمات اللفظية المتعلقة باليونت متلازمات اللفظية زائد المراضف والمضاد وحروف الجر يبقى انا النهاردة ان شاء الله هخلص كل يونت سابن المتعلق بالمتلازمات والمتراضفات والمتضادات وحروف الجر يبقى انا كده دوت انا انا اشتغله على طول دلوقتي طب يا ترى المرة القادمة انا مفروض هسمع اين المرة القادمة تسميع ديت نقطة انا هتفق معك عليها تعالى نقرأ مع بعض المتلازمات اللفظية اللي موجودة عندي والكلام ده انا هبدأ فيه صفحة 19 طبعا ده في النسخة القديمة لغاية لما هنتفع مع بعضا ما هتيجي النسخة الجديدة هنعمل ده عندي 19 و 20 بيقول يحقق مكانة هامة يحقق الاهداف الموضوعة يحقق نجاح يصبح متاحا ويصاب بمرض يغير رأي الناس يمارس رياضة يقوم بالأعمال المندلية يؤدي جيدا يقدم عرض تقديمي بينهم مشتركة يجعل ناجحا يجعل شيء معين ناجح يجعل الطالب ناجح يختاروا يحقق ناجحا يكسب التحدي يطبل أو يضق الطبلة يحدد أهداف يأخذ استراحة ويرعى ويعتني به يدون ملاحظات يعمل باحترام يبقى تريد غير تريتمنت قال لي يفوز في اقتراع أو في انتخابات وين زفود وين زفود طبعا واضح هنا أهمية المتلازمات اللفظية المتلازمات اللفظية ديت بتصب في كذا اتجاه لغة أول حاجة إنك إنت أما بتيجي تختار الأصح بنائيا هتلاقي نفسك محتاج المتلازمات دي كمان لو خدت بالي المتلازمات اللفظية نقص عليها ضمير أو كلمة أو اسم وتبقى جملة صحيحة بنائيا لو انت عايز تعمل الست سطور اللي مطلوبة منك الفنادي أو هيتفقه معاك على أكثر من كده فبالتالي اللي عنده صعوبة في تكوين جمل عشان يعمل اساي هو بالفعل عنده الجسم الأساسي اللي هو ماشي معي في نظام المتلازمات اللفظية أنا كده بكمل المتلازمات اللفظية الخاصة في النص التاني من يونت سابن المتلازمات اللفظية في النص التاني من اليونت اللي هو يونت سابن والكلام ده هيبقى عندي طبعا جزء بسيط قوي هو صفة ستة واربعين يبقى أنا أخدت في النقطة دي تلت صفحات ساعتاشر وعشرين وستة واربعين وهقولك المتلازمة الخاصة بيقوم بإجراء بحث دو سم ريسيرش يبدي ملاحظات ينظم نزهة خلوية ينظم نزهة خلوية يحكي قصة سواني تلا ستوري تلا ستوري هرجعتيني معاك في صفحة تسعتاشر عشان أكمل التعبيرات وحروف الجر المتعلقة بالجزء الأول سأقولك لأن المتراضفات المتضضضة العلم خدناها المتراضفات المتضضضة يا شيخ نماشا الله خلص المنع الجوازين لا بدري بدري خلص المتراضفات المتضضضة نعم حبيب لا بقولك نحن نعدل يبقى معناك ده النقطة الأولانية بقت حسن مع متلازمات لفظية ومراضفات ومضادات وحروف جر بس متعلقة بلسن 3 و4 لأنه لسن 1 و2 أنا أخدت بالفعل المراضف والمضاد وحروف الجر فيبقى هبدأ معك من صفحة 46 و47 وهبتجي أقرأ معك وأقولك تعبيرات بيقولي في سن صغيرة At a young age مادة مرفق مرفق معه أو متصل بي A touch to حقوق الأطفال في التعليم Children's rights to and education حائزة على جائزة الإبداع Creativity Award يحصل رشهادة جامعية فيه Get a degree in يجعل من الواضح Make it clear استمارة الرد RSVB for وده قلنا أنه هو شكل من أشكال اختشار مبني على اللغة الفلانسية إحنا تعرضنا لده المرة الفاتحة في الملاحظات اللغوية مرتبط أو متعلق بي Related to الاستفهام البلاغي أو سؤال لمجرد التأثير الخطابي A critical question إشعار عاجل Short notice نجازات رياضية Sporting achievements Sporting club Sporters people و الأمم المتحدة United Nations الوسائل البصرية المساعدة Visual items هاجي أقول لك مش هاخد تعبيرات مرطفة طبعا لأن ده ما كانش عندي موجود في المنهج تاع السنة دي لكن هقول فعل وحروف جر فهقول لك compare with انت كده focus on Arabic أو focus in Arabic قال لي compare with dream of or about give out walk in walk into كده أنا بياخد الفعل وحروف الجر كده أنت مفروض أنك انت خلصت تقريبا كل شغل اليونت على مستوى المكابلري على مستوى المتلازم والمراضف والمضاد والتعبيرات لحروف الجر طيب النقطة الثانية هتبقى عندي المرة القادمة فورو أنا بسمع كلمات طب أنا هسمع كلمات ايه هسمع كلمات شابتر 3 كلمات شابتر 4 كلمات شابتر 5 في صفحات 30 و 40 و 50 يبقى دي الكلمات اللي أنا هسمعها في الحصة الجاي نمرة 3 يبقى مفروض أن أنا أدخل في قواعد يونت 7 دي مفروض أن أنا هنقلها أنا عندي أي نقل في الترم الأول لا أنا خلصت لغاية قواعد يونت 7 بدءا من صفحة 53 أنا هشتغل معاك يا ترى هو عايز مني ايه هنا بيناقشني في الصفحة دي بيقول لي ايه الفرق ما بين الظرف والحال والصفة لو حد فاكر هو الوحدة دي قائمة على الظروف بصفة أساسية بصفة أساسية بس لازم تبقى فاكر انه في طريقة بتحول بها الصفة طريقة بسيطة بتحول الصفة لحال وهو ان أنا بزود على الصفة الي دي أنا أخدته بالفعل في سنة خمسة بتلاقي طب هو عايز ايه من الظرف؟ قال لي الظرف هو كلمة يا جماعة بتعبر عن التكرار أو الزمان مكان غرض درجة أو طريقة لا كيفية وينفع ان انت يتلخصيلي الظروف في خريطة زهنية قدامي اللي هي ايه؟ اعطيني في توصي الصفة الـ Adverbency اللي هي الظروف أو الأحوال في منا متعلق بالplace اللي هو بالمكان طيب الـ Frequency اللي هو التكرار عندي time طبعا واضح المانر هو طريقة عملك للشيء أو قيامك به البربوز الغرض عني الدجري وهي الدرجة يبقى أنت معيك كام تأثيمة للظروف معي 6 هو ده اللي هيتجي الشحولك في بوزء اللي داخل علي قال لي ظروف التكرار هي بتستخدم للدلالة على درجة تكرارك للحادث هو بتستخدم ظروف التكرار قبل جميع الأفعيل ما هذا فربيتو بي أنا طبعا متفق معاك أن فربيتو بي أنا طبعا متفق معك في الترمى الأول لده مش هينفع كل الظروف تأتي بعد الفعل الأصلي ما عدا فربيتو بي لا بتيجي قبل الفعل الأصلي ما عدا فربيتو بي تتيجي بعدها فبالتالي أقول لي هقول لك لكن يا ما أنا فهمت والنقطة دي مهمة خلي بالك هرجع بعد كده أقول لك ساعات ممكن تيجي الظروف دي في بداية أو نهاية الجملة فلتحطها في الأول أو في الآخر على حسب ما أنت عايز ظروف التكرار الثانية غالبا بتيجي في بداية أو نهاية الجملة وهي بتعبر عن وقتك تمام؟ طب هو اللي مستر من أرسل را هو الفرق إنه هو شرق أرائبز وحط بنا لأيس لا أكيد لا ما منقش القضية دي ملك أحط الظرف فيه اللي هو أولوز هي قضيته أولوز ليس قضيته إيس و أرائبز هي قضيته أن فربيتو بي بيلزق في الفاعل كده فما أقدرش أحط ده في النص لكن ده لا ده فعل مستقل فينفع أحط المكان الطبيعي للظرف اللي هو ما بين الفاعل والفعل أحطه أولوز فهو بيناقش بربة مين طيب هقول بتستخدم ظروف الزمان للدلالة يا بنا أنت قالت على نقطة تانية ظرف الزمان هتدل على إيه؟ على وقت حدوث الفعل وبتيجي غالبا يا في النهاية يا في البداية وممكن تيجي بعد الأفعال المصاعدة والنقصة واندى لك مجموعة خالبا لك أن فيه اتساترة اتساترة يعني مشديدة الظروف بس اللي موجودة في اللغة الإنجليزية نمرا تانية ظروف المكان بتستخدم للدلالة على مكان حدوث الفعل وغالبا بيأتي في بداية أو نهاية الجملة وليها أمثلة طيب عني ظروف الغرض الغرض هي عبارات ظرفية تبدأ بتو المصدر واللي بيبقى معناها لكي وبتستخدم عشان أبين لك أنا عملت دليل وبتيجي برضو في بداية أو نهاية الجملة هل يا دره ممكن يبقى فيه سؤال متعلق بالأدفرب ودرجة الأدفرب وتصنفها أو طبعا ممكن يسألك في الاختيارات لإني تقاعد عندك طيب ظروف الدرجة واضح أن هي بتبيني الدرجة وصلنا للصفة اللي أنا هعملها فهي بتيجي قبل صفة عادة فما يجي أقول لك وضع الغرض أي بأمور نهاية الجملة هل يجي أستخدم الظروف الدرجة مع صفات القوية والعادية في الوحدة الثانية من كتاب المعاصر الوحدة الثانية يعني هو يدي لك ملاحظة سريعة أن أنت يجي بأنك تبقى على صلة بمهاجي الترمى الأول أنا لم تنفذت وعلميه لا أنهي الإنجليزي باكتجينج وهو باكتجينج لا يوجد مش علاقة بالترمى الأول وثاني باكتجينج بدءا من أولى بداية وهي تأخذت في الأنجلش عشان كده طول ما انا قاعدة بقولك انت اخدت القاعدة دي في سنة 5 اخدت القاعدة دي في سنة 4 اخدتها في سنة 6 لانه بيكمل لك اللغة الانجليزية بس بيحاول يرتبها يبقى كده انا وصلت معاك انه نمرست ظروف الكيفية او الطريقة بتستخدم عشان توصف كيفية حدوث الفعل وديك بتيجي اجابة عن هاو اللي هو عندنا في اللغة العربية الحال بيأتي ظرف الكمية الكيفية بعد الفعل او المفروض يبقى هو مكانه فين ده بيجي يا جماعة عشان يوصف انت عملت الفعل ده ازاي فبالتالي بتقولي موفز سلولي صح؟ سبوك سبوك كوائتلي وهكذا قال لي طريقة تحويل الصفة لظرف وده اللي انا نسأل لك علي هتحط الي بعد الصفة هتضيف الي حتى ولو كانت الصفة منتهية بل الصفة المنتهية باللي هاحزف الي وحط الي طيب اللي فيها واي وقبلها ساكن لا انا احاولها اي اقل الواي طيب اللي فيها الواي بس بتتحول لظرف ازاي ممكن ان انا اقول ان وأجيل الصفة عادي وبعدين احط وي اين افرند لوي فيه زروف مش منتظمة ودي طبعا بكتب عليها مهمة من خمسة بتداقي فانا عندي جود الظرف بتاعها ولا هارد ما بتتغيرش قال لي وفاصل ما بتتغيروش وعندك ليت ما بتتغيرش طيب هنا بيقول لي معي بعض الفروق ما بين هارد و هاردلي يا قبل انت هتلغبطيني ليه ما هو بيقول لي فيه من هارد هاردلي اه بس ديت مالهاش علاقة بمعنى هارد خالص طيب ما هو فيه من لات لات لي برضو مالهومش علاقة خالص طيب ايه اللي حضرتك عايزة تقولي هقول لك دلوقتي ان هارد و هاردلي هارد هي صفة معناها صعب وصعب وشاق و هارد هي ظرف معناها بجد وبقوة لكن هاردلي معناها انك قليل قوي بتعمل الفعل ده هاردلي معناها هنا اني او اتقول ما بعملش ده خالص ايه هف ايتين هاردلي ا Air day anything to do i et empatty انا تقريبا ما كانتش حاجه بالكاد تقولال نهوم شابه فميقاش لي علاقة بي صعوبه او بطريقة صعبه او بطريقة شعبه خالي بالك هارد هي بتكي ذه مع بعضهم معناها بالكاد وقلمه واهنا بتدل على النفية قلت عليها غير ملاحظة ايبقى قلت عليها غير ملاحظة فالنبالك من الفروق دي طب ولات ولاتر قال لي لات لاتر لاتس هنا قناس سيقول لي هو عملي ايه ايه الحبة اللي قاله مفرناه يعني بيعلب اهو بيعلب ايه بالصفة فديت الاولاني الصفة عادية خالص ومتأخر اللاتر هو متأخر على طب ولاتست ده متأخر خالص قال لي لات كصفة بتيجي معناها متأخر أي أنها تأتي قبل الاسم أو بعد الأفعال التقريرية خلاص تمام بتستخدم كصفة بمعنى أواخر أو قرب النهاية وبيتأتي قبل الاسم فقط هنا بيديك إيه؟ بيديك شرح مفصل لكلمة ليت وأماكنها أما ليت كذرف فمعناها متأخرا أنا كده متأخر عن مدرسة ليت كذرف بتيجي بمعنى فيما بعد ليت لي كذرف معناها مؤخرا وحديثا فهي ما لهاش علاقة بليت الأساسية اللي انت عايز تقولها دي بقى معناها إيه؟ معناها انت مؤخرا بإيه بتعمل حاجة I have visited my aunt لاتلي لاتلي لاحظ الفرق ما بين الليتر بـ double T وليتر بـ T واحدة ليتر بالـ T الواحدة معناها فيما بعد After some time طيب واللي بنفس الـ T الواحدة ومعناها صفة هي لاحقة وتاني خلي بالك الأولانية دي كانت في الظرف والتانية اللي بتيه واحدة هي صفة معناها لاحق وتاني طيب واللي بتـ double معناها إيه؟ الآخر أو الثاني فهي كده دي ناون عادي خالص طيب نمرة ثلاثة اللي هخلي بدي فرق ما بين most وموست أف وموست لي خلي بالك قال لي تستخدم موست وموست أف كصفة ومعناها غالبية ومعظم وجلة أما موست كظاف معناها الأكثر طب والموست لي كظرف ملهاش علاقة بقى بالأكثر والأقل بقى معناها إيه؟ أساساً وعامةً وعادةً نمرة أربعة يقول لك جود وويلة جود هي صفة الظرف بتاع اسمه ويلة الجدول ده مهم لأن الصفة اسمها جود طيب عشان قارنها تبقى باتر طب عشان خليها مطلقة هتبقى باست تعالي بقى للجدول لما ينتقل للظرف ويلة معناها بطريقة جيدة طب اطلع بيها برده هتبقى باتر طب عليها هتبقى باست فهمت أي حاجة؟ أه فهمت أي حاجة بتستخدم جود كسفة بمعنى جيد وصالح بطايا وويلة كزرفة بمعنى جيدة وبشكل جيد طب ويلة كسفة آه ده كمال ده خلي ان ويلة ينفع تستعمل كسفة آه ينفع تستعمل كسفة بمعنى بصحة جيدة أو على ما يروم يمكن استخدام جود كاسم بمعنى الخير يعني يقول لك إيه انت عايز تتلغبط يلا لغبطك هم فهاش لغبطك إنت هتتلغبط يا ملك إنت هتتلغبط يا أنس لو حاولت تحفظ والذاكر بكلام ده يعني دي دعوة صريحة أنا ما بقولكش ذاكر أوعد ذاكر اللي أنا بقوله ركز بس عشان انت بتكون لغة لبقية حياتك والله انت مش محتاج كل الانجليزي ده عشان تنجح فيه امتحان تلك سامة انت محتاج الترمي الأول عشان تنجح يعني انت ربسكرتش الترمي التاني انت ناجح يا باب يلا بابا يلا هناجح ليه لأنك مهما كنت مضيحة هتجي في لقية الانجليزي وتبص على حاجة من الفيديو هات تبص على حاجة في الكتاب فهتنجح فإحنا مش قضيتنا دلوقتي لا ننجح ولا قضيتنا نجيب درجة عالية لا إحنا هننجح إن شاء الله هنجيب درجة عالية طب إحنا قضيتنا يا قبلة قضيتنا نكون ونأسس أساس في الانجليزي ريحك بقية عمرك فطبيعي بدأت بتعمل حاجة لبقية عمرك هتتعب شوية بس تشيل من على دماغك اللود أو الثقل بتاعنا كل ده منهج هنشوف على الفيزياء هنشوف على كيف يعملون فيها في الكامية طب عذاب الرياضة يا جماعة طب ده أنا لسه عندي مواد بره المجموع أنا لو استسلمت هلقي نفسي عندي بانيك أتاك أكيد أنت لو استسلمت للتفكير السريع اللي أنا بقوله حتى نهار دلوقتي وإحنا قاعدين لا أنا بفهمك إن اللي أنا بديهولك أنا مش عايزك تذكره ولا عايزك تحفظه أنا عايزك تركز فيك لغة أنت بتكونها لنفسك يبقى سعيتها الفرق في الأداء هيبقى أنا بعمل بما زاك كده في الساعتين يعني أنت يا أبلا مش عايزاني أذاكر الإنجليزي غير مع حضرتك في الساعتين دول أو طب هذاكر إزاي في الساعتين دول من إما تديك نقطة لو أنت دلوقتي هتذكر إنجليزي من إما تديك نقطة في الحصة أنت عندك أوبشن جميل أكثر من اللي معايا في الحصة هتعمل إيه هتوقف الجزء دول وتذكره وبعدين تاخد الجزء اللي بعديه إيه رأيك أظن طريقة جميلة ساعتها أنت لو قايم الساعة 8 هنقول يوم الثلاث يعني أنه يوم الناس كلها بتكره فالناس كلها هتقوم يوم الثلاث تذكر إنجليزي طب إنت هتقوم 6 يوم الثلاث ساعة 8 هتعمل إيه هتشغل الحصة دي أنجليزي أحترك الجزء ده من القاعدة فوقت ذكره وكتبه كده بنظافة وبشكل كويس يبقى أنت ذكرته أخدته وكتبت كمان القاعدة يا سلام لو ما زاجت جابة كثيرة لأمثلة أنا كده كده هقرهالك لأن أنا لازلت هقرأ أمثلة تكتمل الأول النقطة اللي أريد أنه هقولك إن في وقت كل الحاجات اللي أنت فاكر أن مالهاش وقت في وقت بس العملية إيه أعملها إزاي بس طيب تعالوا نكمل هنقول مع بعض إن أنا كده أخدت معاك في القاعدة من صفحة 32 لغاية صفحة 36 هيفنالس علي الملاحظات الهامة على الظروف ديت طبعا زي ما أنا متعود مع القابلة بتعينها وتشتغلها في مرة تانية طب يا ترى نص التاني بتاع القاعدة يا قبلة كثير هقول لكم ما بيش حاجة تكتر عليكم النص التاني بتاع القاعدة سازج قوي هو موجود في صفحة 53 طب ليه سازج يا قبلة لأنه بيقولك خلي بالك تم شرح زمن المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر في الواحدة اللي أولا إيه ده يعني هو يبتدي يكرر نفسه أو يعني معنى كده إن أنا لو بساعد نفسي هلقي نفسي الجزء الجاي علي خفيف أكيد قال لك إنك أنت شرحت خلاص فيه عيبتدي يقول لي خلي بالك إنه ما فيش فرق واضح أوي ما بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر إلا لو مسكت في ترجمة اسم الزمن يعني إيه يعني أكيد يا أنس المضارع التام البسيط هو مضارع تمام وأخذ جزء شوية بسيطة من الماضي ودخل على جزء معي في المضارع وتام ما أنا أنا أتكلم معك المستمر لأ هيستمر حبة فيه كل ما أنا قلته بس هيستمر حبة في المضارع خلاص كده إيه كان تكوينه تعرف تفكرني يا أنس المضارع التام البسيط هو هاف وهاز والتصريف التام في حين إن ملك بقلا هتقول لي المضارع التام المستمر هيتكوون من إيه هاف وهاز بين والتصريف التام الفعل في إيه في إن جي يبقى معنى كده إن دوت كانت المراجعة البسيطة للزمنين طيب يستخدم المضارع التام البسيط للدلالة على حدث تام وله أثر أو نتيجة في المضارع طيب هنا يستخدم المضارع التام المستمر عشان يدل على حدث له أثر أو نتيجة في المضارع أو الأثر والنتيجة جيت من من الحدث وليس تمامه هناك الأثر والنتيجة جي من ايه من اكتمال وتمام الحدث طيب نمرة ثلاثة يستخدم مضارع التام فقط وليس مضارع التام المستمر لما تقول لي عدد المرات او الكمية الدالة على الكمية التي تعملتها يستخدم مضارع التام فقط ومش المستمر مع ايهو بيكرر كتير لأفعال لحظية وافعال تقريرية لأفعال الادراك والمشاعر والحواس في التمية انا كده اخدت معاك قعدة يونت 7 يا جباه طب عايزين نعرف حضرتك بتجري ليه الجري ده احنا خلصنا اليونت في قعدتين عشان داخل عليا كل سنة ومتطيرين رمضان والعيد والترم التاني بيبقى مودته اقصر من التم الاول فالطبيعي ان انا اشيل من دلوقتي القدام محدش عارف قدام ممكن يجيلك ايه عطالك بعد الشرط مفروض ان انا هعمل ايه دلوقتي بقى مفروض ان انا هبدأ اقرأ يلا بنا انا اقرأ لان انا خلصت اليونت خلاص ممكن نقرأ مع بعض ونقول ايه يلا بنا اقول مع بعض الشريف عثمان واخلي ديكي معاي اه بش اخشانه كتير الشريف عثمان يبع انا بقرأ صفحة 30 شريف عثمان ومس بورنيين والداني سنة وين هي ويوز ايجد نعين هي كوت الديزيز يبقى الراجل وصل للسنة دى يا جماعة وابتدى يصب بمرض كولد فاليو أقضل لغشان الأطفال يسمى بوليو ومنذ ذلك الوقت لا يمكنه استخدام كل مصره جدا أنا أخذت باني أن هذا المرض لا يستطيع استخدام أي عضلة من عبرات بيسمه أصدق في مدينة قليلة أين كانت أكثر مستخدمة لأسفلات لأسفلات مثلهم يبقى هو الرجل ترعرع وكبرت في قرية صغيرة القرية ملهاة تقريباً ما كانش فيها أي شيء يذكر من الإمكانيات أو المرافق للناس اللي عندها بعض الإعاقات زيه طبعاً الرجل كان أريد أنه ينجح في الحياة وكان أريد عائلته تشعر منه طبعاً الرجل كان أريد أنه ينجح في الحياة كمان كان أريد عائلته تشعر بالفخر بيه يبقى معنى كده أن الرجل تخرج في الجامعة اللي وديني وبعد التخرج في صديق التتا يقترح عليه ليه ما تجربش أنك أنت تعمل رياضة رفع للأثقال لذلك قد بدأت تشعر في كايرو في عام 2005 سيد عبد الحافظ سيد عبد الحافظ سوء ذات شريف باور لفتن كان جداً لذلك قد بدأت تشعر في الكوتش كان هنا سيبدأ يقول لي سيبدأ أنه يتدرب في اسمنا و المدرب الملهم والدنيل سيبدأ يفكر أنه رفع شريف لرياضة رفع الأثقال كانت بالفعل ممهرة يعني هو ما كانش متخيل النتائج دي ليه and encouraged him to take up the sport الكلام ده خلاقي يحترف الرياضة دي and since that time he has been extremely successful طبعا كده نجح وبقى ناجح لمدى بعيد he has won gold medal as the Paralympic Championship in 2010 2014 2017 he has won gold medals at the Paralympic Games in 2008 2011-12 2016 and also for gold medal in world championship يبقى هو وصل لكل الجوايز ديت ووصل لغاية بطولة في السنة بتاعت 2010 2014 2017 and 2019 he also worked for the International Paralympic Committee from from وهو الراجل وصل لغاية ايه؟ لغاية ما وصل لجنة البطولة ديت الدولية من السنة 2018 ل2000 he continued to train hard for four hours every day يبقى تدرج كمان يكمل تمرينه بشكل مكسف وبشكل شاقة لمدة أربع ساعات يومين when he was younger he wanted to send a strong message to the world to show that he could overcome his disability and do anything that he wanted وصل لغاية الرسالة اللي كان عايز يوصل للعالم كان عايز يوصل للعالم رسالة قوية مفادها انه هو يقدر انه يتجاوز اي اعاقة هي عنده وانه يعمل اي شيء هو يريده he was certainly done that هو بالفعل عمل الفعل دوت بالفعل the qualities of successful people يبقى انا هنقشك في الصفات الخاصة بالناس الناجحين قال لي researchers have been looking at what makes people successful for a long time هنا معيه باحثين بيبحثوا وكانوا بيستمروا في البحث عن الامور اللي بتجعل الناس تنجح لمدة طويلة يعني طبعا سهل قوي ان انا انجح في نقطة دلوقتي لكن الصعب ان انا احافظ على النجاح ده المدة طويلة of course there isn't one answer to the question of which qualities successful people share السؤال صعب واجبته اصعب ان انا الاقي الصفات المشتركة اللي بيتشارك فيها الناس الناجحين however i have identified four qualities that the vast majority of successful people appear to have يبقى انا كده ايه هبتدي احددلك بس اربع صفات تمام الغالبية العظمى من الناس الناجحين بيبدوا انهم بيحصلوا عليها ايه هي today i'd like to tell you about this يابا النهاردة انا هقولك عن الصفات دي successful people don't just have goals ودي مهمة مش مبارد نهم بيعملوا نفسهم في قوالب من الاهداف يعني بيحط هدف ويحط قول بنفسه فيه لا they have very specific goal لا ده عنده اهداف متحددة psychologists have demonstrated that the more specific your goal are the more likely you are to achieve them يبقى ابتدت علماء النفسي يقولونك ايه بيقولونك وبيوضحوا بيأكدوا ان كل ما الاهداف بتاعتك تبقى محددة كل ما يبقى دوت قابل للتنفيذ اكتر you also tend to be more motivated if your goals are specific كمان انت بتبقى ميالة اكتر انك تبقى متحفزة بشكل واضح وجاهز كل ما كانت اهدافك محددة معنى كده انه هدف كبير وعام ومعمم زي انك تبقى ناجح او انك تبقى غني او انك تبقى الاول على الجمهورية الاهداف دي من كتر ما فيها ميوعة يعني ما فيهاش اجزاء واضحة للمخ فهو بيتعامل مع انك بتحلم انت خليك احلم مع نفسك الهدف بيختلف تماما عن الحلم الحلم فيه لفظ كده عام عايم في بلونة فوق دماغك انا عايز ابقى اشهر واحد في الدنيا مخك ما بيتعاملش مع الاجزاء دي مخك بيتعامل مع اجزاء واضحة اكتر من كده زي ان انا هشتغل كل يوم بدءا من النهاردة ساعتين متواصل في مادة اللغة الانجليزية كده مخك هيشتغل ده هدف ده هدف اما التاني بتاع النجاح والشهرة ويه الغنى ده حلم فعليك انك انت ايه تفرق ما بين الاحلام والاهداف عشان مخك يشتغل ساكساسفال بيبال ايه تفهم انك انك عشان تحقق الاهداف دي انت محتاج انك تتعلم حاجات جديدة واتطور مهاراتك طب ليه هتعلم حاجات جديدة اناس اه ليه لا ده من الدماغ اه اه عشان لو الحاجات اللي انت عايز تحقق هدفك الحاجات دي معاك انت مش محتاج تتعلمها ما كنت تحققت الهدف يا انت طب لو المهارات دي موجودة طب ايه اللي خلاك لسه مستني انك انت تتحقق الهدف ده معنى ان فيه هدف انت عايز تحققه انك لازم تتعلم مهارات جديدة وتحسن مهاراتك اللي موجودة ودوة مؤطة مهمة مثلا ايه 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 kun بمنا صدري صد.- بمنا شكرا كانت عبارة عن باحثة في التاريخ المثلي القديم كانت بالفعل تاخد دروس وحصص خاصة في اللغة العربية من ساعة ما انتقلت الى مصر لا لا ده انا دكتورة فانا مش هحتاج ودي صفة مهمة عشان تعرف ان انسان نجح ولا لا لازم على الدوام تبقى تعلم حاجة جديدة او تجرب حاجات انت عمرك ما جردتها قبل كده لا زي الرأي هو هو من السنة اللي فاتت في منهجكم بتاع اللغة الانجلزية وقطع القراءة في اللغة الانجلزية انها بالفعل مثمرة بالفعل لو انت حاولت تفهمها مش مجرد انها قطع انا هخش امتحم فيها لو حاولت تفهمها في حياتك فتفيدك فتفيدك كتير انا كده انا اشت معك اتنين من الصفات التالتة اوه ده عايز يكلمك خصوصا عن النهاردة يبقى انت كده بتتكلم على ايه؟ كونك ناجح مش مسألة تتعلق بشغلك جامد في فترة سيارة انا نهاردة هشتغل شغل من نار وهنام بقيت السنة مش هتكون انسان ناجح هو شيء لازم تعمله كل يوم او على القليل كل اسبوع لمدة شغور وعادة بيمتد لمدة اعوام عشان تقدر تاخد الثمرة دي يبقى معنى كده انه الشخص الناجح هو شخصية مثابرة يبقى البني هادم الناجح ما بيحصلش انه يستسلم لمجرد ان في حدا حصد غلط او ان فيه فشل اصابه يبقى دي تلت صفة يبقى بيين عليهم كمان ان هم بينتظروا غير ما يحققوا اهدافهم and this brings me to the fourth and final quality patience يبقى الصبر وده هو تخلي بالك يا جماعة مفيش حد بيتولد صبور يا جماعة الصبر احنا جايين الدون لتعلم الصبر انت لازم تصبر عشان توصل للمكان اللي انت رايحه ولازم تصبر هناك في المكان عشان خاطر تفهم اللي بيتقال ولازم تصبر لما تروح انك انت تفرغ المعلومات ولازم تصبر على دماغك عشان يستوعب المعلومات ولازم تصبر على رأسك عشان تدي فعل المعلومات دي فتقدر تحل تمرين عليها العملية كلها عبارة عن صبر مش اكتر من ذلك نعمل صحي كده an example is olympic athlete who have all been waiting for at least four years since the last olympic force the chance of winning a metal عليكي ما جينده تاخد مثل بطل الرياضة او الالعاب القوى الاعلام بيه هو بيفضل يستنى على القليل اربع سنين بس عشان يلاقي ايه فرصة من الاربع سنين اللي فاتوا اللي دخل فيهم ايه طبعا هو مش قاعد يصبر بدون عمل لقد انت بتصبر وبتشتغل عشان تفوز بميدالية there are also many successful others and others who don't achieve success until later in life طبعا انت لسه عندك بعض المؤلفين وناس تانية كتير معرفوش حققوا اي نجاح غير في وقت متأخر من حياتهم بس الوقت المتأخر ده يا جماعة مجاش صدفة هم فضلوا يملوا الوقت في النص بالعمل انا نقرأ مع بعض اخر قطعة من اليونت وهي صفحة 22 طب احنا بيجيب من الاول على اخر ليه عشان ادي المخي اشارة ان انا خلصت تمام طبعا ده بيبعت رسالة اللي بيتابع او اللي بيتفرج او بيفهم ان طول ما انا بتعامل مع مخي ان هو بيبي صغير هو بيبعنده صبر لان المخ ما عندوش الصبر اللي احنا نتخيله المخ عايز ينجز الاعمال هو عايز يسيبك ويبتدي يشوف القلب بيضوء كويس المعدة شغالة تمام الكبد مزبوط هو مالوش علاقة بل انت في دلوقتي بتحمله بيه زيادة انه عايز يتعلم هو مش عايز يعود الاعجاب فانت هتعمل ايه؟ هتتعامل معك بيبي بس انا خلصت اخر قطع انا خلص يوم 7 فيبتدي يحسن ان انا قردت اخلص يلا بينا نقول how to achieve balance in your life achieving success in your studies or at work is one thing being happy and relaxed while you are enjoying that success is something quite different الجملة دي يا جماعة بيلخصلك فيها كتب كثيرة جدا من علم الاعصاب بيقولك انك تحقق النجاح في دراستك او في شغلك حاجة خلي بالك ده شيء وان انت تبقى سعيد ومسترخي وانت مستمتع بالنجاح دي حاجة تانية مختلفة تمام طيب احنا بعيدين نعمل المعدد ان انا اشتغل وفي نفسها تبقى مسترخي ازاي it is often something that you have to learn how to do حنتفهم بعض ان دي حاجة يجب عليك ان انت تبتدي تتعلمها لان انا مش بتولد دي if your studies or your work is the only thing in your life حنتكلم على حاجة انك انت دراستك او شغلك هو الحاجة الوحيدة انت بتعملها في حاجتك that makes you feel good اول حاجة هي خليك تحسن ان انت كويس you will probably work so much that you become ill فبالتالي دا هي خليك ايه تشتغل كتير 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 لغاية لما تعيه and you probably won't really enjoy anything else that you do ومش هتعرف تستمتع بأي شيء لان عندك كميات شغل كتير انت بتمارسها that's why it is really enjoy anything else that you do عشان كده انت ايه بالفعل بتستمتع بأي شيء تاني انت بتعمله لان شغل عليك كتير that's why it is really important to find activities you can do يبقى انت اول حاجة عليك انك انت تلاقي وده مهم انك انت تجد نشاطات ايه تقدر تعملها like sports or create activities يا اما انك انت تلاقي رياضة انت مبدع فيها يا اما انت ابدع نشاط which makes you happy too عشان ده يخليك كلمان تشارب السعادة try to find something that makes you forget about everything else دي نقطة مهمة لازم تلاقي شيء يخليك تنسى اي شيء تاني وانت بتمرسه تمام انا مش بتكلم عن مخدرات فخلينا واضحين that's going on in your life while you are doing it هو ده اللي بيخليك تستمر في حياتك وانت بتمارس الفعل ده هو عايز يوصلك هو عايز يوصلك انك انت هتشتغل بجد صح؟ فيجب عليك ان انت تخترع لنفسك نشاط يخليك تستريح بجد طب ايه عملية او ايه اللي هيخلينا ايه معيار ان انا هستريح بجد ان انت او انت بتعمل النشاط ده تبقى مستغرف فيه لدرجة انك ما تفكرش بايا حاجة تنى مش فيه ساعات وانحنا بنقرأ مؤلف معين او بداخلين في لفل جيم معين بننسى احنا بالنهار ولا بالليل ولا ايه اللي بيحصل فيه بعض الناس اما بيمرسوا هواية زي الرسمة او التنمين وفي الوقت اللي بيلوم فيه هو مش حاسس بقى ايش غير بالفعل اللي هو بيعمله كده انت بتديد توصل للريلاكسن هو النشاط بتاعك A second and very important thing you can do to achieve balance in your life to learn to say no ودي مهم قولناها كذا مرة عشان تعمل توازن في حياتك لازم تتعلم ان تتقول لا We might think that success is all about saying yes to opportunity طبعا احنا بنفكر دلوقتي انه عشان انجح لازم اعرف اقول ايوة للفرص بس ده معانا انت بتقول لا الحاجات تانية خلي بالك and being brave enough to try anything that we are asking to do وانك انت كمان تبقى عندك الشجاعة الكاملة عشان تجرب كل حاجة احنا طلبينها منك Even if it is outside our comfortable zone ودي منطقة الراحة اللي دايما بيناقشوها في محاضرات الموارد البشرية وتلمية الموارد البشرية انك انت تقول ما انت في المنطقة الامنة بتاعتك مش هتعرف تنجز اي حاجة لازم تطلع برا منطقة الامنة بتاعتك In reality so it في التفكير بقى الحقيقي الواقعي Saying yes to often can leave you feeling exhausted لو انا ابتديت اقول ايوة كل حاجة حوالي ده مش هيسبني غير منهك Because you are doing too much and doing things you don't necessarily enjoy لان والتك اوفو كل حاجة معناها انك انت بتشتغل كثير قوي وفي نفس الوقت بتعمل حاجات مش بتضرورة بتمتعت انت بتقول او خلاص If you feel that you are saying yes because you think you should do something and not because you really want to Then you need to change your yes to a no هنخلي بدنا ان انا لو لقيت نفسي على طول على طول حسس ان انا بقول ايوة وحاضر عشان احس ان انا بعمل حاجة بس مش عشان انا عايز الحاجة دي يبقى انت محتاج انك تغير ال yes بتاع تكتب انا تمام One final point about finding balance in to know You must notice the story that you are telling yourself about your life كمان من ضمن النقاط الاخرانية اللي انا هكلمك فيها عشان تجد او توجد التوازن انك انت تلاحظ القصة اللي انت هتقولها لنفسك عن نفسك فيما بعد Sometimes we tell ourselves the story that we aren't doing well enough Enough If we don't work or study all time This means that working or studying all time will make us feel good At least for a short time Because it is showing us that this story is true In the long term We need to change our stories To get our balance back We need to change all these things To be able to change our life You guys The long term that you have been reading at the time You are not capable of it If you don't know how to change your life You will not be able to change your life But this story is simple I can understand that in this short time I'm afraid of myself I'm afraid to work This is possible to move But there is no one who knows to move on this story And it is possible to do So, do I want to work on the second Or do I want to do everything I want to work on the second So, do I do it I want to work on the second But do I do it With the bez信 You have to tell you Advert in the followers Just saying I am able to change your life Unit 2 It is done What would you say You put it in the followers So, add it in the matching Unit 3 You are going to be able to change Unit 3 You are going to change حصة معي فانت عارف انك هتكنم بين قصين آآ كلمات متراضفات تعبيرات يبقى انت كده هتخلص نص يونت اثنين. يبقى المرة القادمة بهميم المرة قادمة بهميم في الحصة يبقى المرة قاعدة هتسمع لي آآ في الحصة باقي يونت سري. يبقى باقي يونت سري بنفس اللي ايه بالطريقة. طيب. دلوقتي مفروض نعمل ايه مع بعض? مفروض ان احنا ندخل على يونت ثلاثة سريعا. نشوف الامثلة بتاعته بتقود. طبعا انا بقى لي حصتين ودي التالتة. بحاول ان انا اقرأ الامثلة الخاصة باليونت بشكل ايه مكسف. بيبين سبب ان احنا ما كناش في المرة الاولانية بنقرأ الامثلة. وفي المرة الاولانية في القاعدة دايما بدي لك وش القاعدة بس. فما تقلقش. هبتدي اقول لك انه يونت سري كانت القاعدة بتاعته لعبارات الزمنية الدالة. طبعا انت هيجي لك احساس بالارور في جماغك وانت بتاخد الحصة. انا ليسه فاتح دوت الحصة اللي فاتت او اللي قبلها. هو دوت ذاتس زباينت. هو ده النقطة اللي انا عايزيها. انك تبقى دايما على علاقة وعلى صلب ايه في القواعد. تعال انا اقرأ مع بعض انا بقرأ بصفحة 2-31 بقول لك before i go out i will have breakfast equal i will have breakfast before i go out. when the report is prepared i will call you i will call you when the report is prepared. كده هاناس هيقلي بسرعة قبل ما كمن الطراءة but like it عبارة الرئيسية العبارة الرئيسية بعد أني في اللي هي وينزر عبارة فأي جملة؟ وينزر عبارة العبارة الزمنية ممكن علشان بعد الرابطة و I will call يبقى مما هلاقي أي كلمة تدل على الزمن الجملة اللي بعدها دي عبارة زمنية غير رئيسية العبارة الرئيسية التانية طيب هقول خلص حsi یادي بحيث دون رائ показывارم مميفین خلص مظل مربی conjugوی ويد بحرارة است weekend قادر عبارة عبارة الرئيسية یادي خلص ح wystوى وئي تتحسسل حتى ننتظر آخر بعد سأ تتحسسل مجلسة سأتتتحسل مجلسة سأتتلاح في المتقدم على المال من الحتياطة الآن I arrived in Egypt I am going to visit the pyramids I am going to visit the pyramids the day I arrived in Egypt after Omar has done the shopping he will go home after doing the shopping Omar will go home before my flat is that will be decorated before being friendship my flat will be decorated when I wash the dish I am going to help you with your homework I am going to help you with your homework when I wash the dish while I am waiting for the bus I will be drinking my juice I will be drinking my juice while I am waiting for bus until I have done the research I won't be able to write the report I won't be able to write the report until I have done the research when I visit us one next month I will have been there for the fourth time I will have been in a swamp for the first time when I visit it next month before you take a medicine look for the experience expiry date look for the expiry date before you take a medicine خلي بالك انه فادي will turn off the lights when he leaves the office not when he will leave خلي بالك ده بيحل اختيار يضيع منك درجة انت في جزء الاول استعملت مضارع بسيط مستقبل بسيط وفي جزء تاني استعملت مضارع بسيط Iman will reply to email once he is online not he will be online معاني لا ينفعش بقى فيه اتنين وين في نفس الجملة اهو ده اول كده كده تصبح ولو لقيت بسيط خد بسيط وعادة لو في معك مستقبل الجزء الاول بيبقى مضارع خلي بالك اي شكل من اشكال مستقبل كده انا انا عايزك تسمع الامثلة لان الامتحان جاي من خلال الامثلات امتحانك واختياراتك جاي من الامثلات انا بكلم عن ويلوم الماظر لين will prepare the family lunch لين will not prepare the family lunch will lean prepare the family lunch what will lean do the family lunch will be prepared egypt will win the next africa cup of nation rodina will come first next year i am sure ahmad will come back soon i feel a bit hungry i think i will have something to eat i suppose hussein will seal his motorbike i doubt i will go out tonight i am not i am too tired i will see him at the party she will probably form me soon malak will pass her exam she is a clever student شفتي بالبشورة yasmin and her husband both have green eyes so their baby will have green eyes mohammed looks exhausted i think he is going to sleep in on his chair and he is going to sleep in on his chair can you give me an example i could say that i am going to sleep in the way i ask you to sleep in the way we will be able to sleep in the way so the time do you have an example i am going to sleep in the way ان انت دلوقتي منهكة فبالتاني دا يعتبر دليل لكن ان انت طويلة دي صفة انت ورساها فدي مش دليل فيه دي فستعمل ويلو المصدر ليه انا بأكد على الفرق ما بيلت لها اني هحل معك دلوقتي امثلة على المضاء الصيغ المستقبل وهنشوف انت استفدت من قراءة الامثلة ولا لا لأ لان الاختيارات هتيجي من اللي انا عريته خلاص طيب احمد بي 10 years old next April winter will come again one day other people will enter this office sit at my desk and do my job if i drop this egg it will break when the weather gets hot we will store the repairs to our house ايمن will arrive at night he is knowing the detail afterwards اكيد دا كلام غلط ايمن will arrive at night he will know the detail afterwards بعض الافعال اللي بتدل على الحواس والمشاعر والادراك والرغبة والتملك ما ينفعش تحط لها زمن مستمر the phone is running i will answer it oh i have left the window open i will go and close it what would you like to have i have i will have a burger please so that's still the i will buy dinner you will buy the theater jacket and ahmad will buy the taxi fares you look very tired i will complete the report for you i will set the table for you will you have a coffee will you show me how to send an email please will you please bring the laptop in here when you pass the exam successfully i will take you on a two week journey to paris stop washing your stop wasting your time or you won't get your pocket money don't tell lies or i will put a hot paper in your mouth how all these aren't sawa i don't know she won't tell anybody my motorbike won't starve perhaps that battery is bad how that does let's go to the next one let's go to the next one let's go to the next one because the reason i'm going to say is important to you but i will try to explain it let's try to explain it we will start to explain it on the card that we have written from the card and we will return to the card don't worry i am in the book 153 the question that is special cases don't worry i am until you feel better we will leave we will leave you didn't get your number D wait don't worry隔 i am not sure to change it oh i won't leave i won't leave we will save your number B yes i will say can't meet you since i A my lesson all day if you get something that is done will be revision we will save you تختير نمبر C قال لي سألنا مجموعة هي A إلى الوقت لديها جيد تختير نمبر C أقول نمبر الثلاثين من الصورة تختير نمبر الثلاثين أعتقد سيكون المفروض سمع سمع سيكون مستمر سمع 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 نعم ماشي بيقول لي اللي عليك دور باعة انت مالك اللي عليك دور ماشي ماشي هنا بيقول في جزء معي your tablet next Sunday انت هتبقى بتستعمله في يوم السبت الجاي او الحد الجاي التابلت بتاعك اقولها ازاي will you be using تمام ماشو الله عليك يبقى معنى جدا اختيار نمبر D ماشي يا عناس stop coming to work late or you a your job مدى التهديد يبقى مفروض will lose this time tomorrow this flat A to us من غاية بكرة الشقة جاتوا بقى بتاعتنا 33 will be will be على مهلك مبني المجهول هتبقى من المجهول بس في زمن مدارع تامة انت عايزة مدارع تامة من المجهول انت عايزة مدارع تامة من المجهول ماشا الله عليك اختيار نمبر C عندي 34 بيقول لي when I go to us one next winter I eat to five of Egypt's government governor governorates ماشي بيقول لي when I got to us one next winter to five of Egyptians I haven't seen maryam for ten years I am sure she a very tall I haven't seen maryam for ten years I am sure she a very tall she will be growing she will be growing she will be growing she will be growing my team are known to be very fit and talented they is a championship we are not sure I can't see I'm sorry will win will win will win will win will win why we are going to will win will win will win will win يبقى مضارع يبقى مستقبل تام مستقبل تام مبني للمجهول خلي بالك إنها station محطة كلام صح نختيار نمبر C هرجع كمل معيك وأقول لك Which of the following is correctly structured أنه في اللي جاي المبنية صح نقرأ الضغر Buy next year I should I will have been buying a new car I have bought a new car D نختيار نمبر D أصح فيها Buy next year I will have been buying a new car ما قال لي وقت معير في الوقت المستقبل تام تمام نمرة 39 هقولك يا ملك We can't visit you tomorrow since I can't wait to visit you tomorrow بسبب ايه يا طرح أريد مستقبل مستمر سبقى عندي ضيوف في البيت في الوقت ده مش هعرف أجيلك ففي مستقبل بس مستمر هيستمروا في زيارتي نمرة A We will be having gases at home نمرة 40 سبقين Will you be riding your bike tomorrow morning This is a polite way to say that أنا عايز أجملة في نفس المعنى نمرة أنا مدام باستخدم Will فأنا باستخدم الطلب بشكل مهزب فأنا المفروض أن أنا مستعمل Will B will fail يستمر الفترة I want to borrow مش هعرف ايه I want to tell you about the benefit لا I know someone who wants لا يبقى المفروض أن أنا عايز I want to borrow I want to borrow ده شكل مهزب و أنت هتبقى راكب عجلتك بكرة الصبح يبقى أنا معنا كده أنا عايز أ أطلب بس بشكل مهزب 41 بيقول لي We will still be reading printed paper in the future This means يبقى أنا كده عايز أجملة بنفس المعنى خلي بالك إن أنا باستعمل Will B والفعل فيها Y energy أنا أفضل مستمرة في استعمالي للورق المطبوع في الجرائد في المستقبل 1 Ali 4 1 1 واحد 1 1 1 1 2 1 1 أساساً دلوقتي ولحنا بنقرأ في الورق المطبوع في اللقطة اللي أنا فيها ولحنا بنقرأ في paper bags paper bags هيت هيق لي؟ أكيد معناه أننا دلوقتي حاناً بنقرأ ونستنرف دور شوية في المستقبل يبقى لاختيار نمبر سي اختار نمبر سي اختار نمبر سي ايه دور بال فلو ايه對 ايه ايه سوف تستخدم لتأكيد لتأكيد هذا هو هذا هو هذا هو لا لا هذا هو طلب بس مغزب هذا هو هذا هو المفيد نعم هذا يدعو تنبئ مالن طلب اليمن نعم 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 المفيد المفيد نعم 46 I am flying on the plane that takes off at 13. This is a 8. I am going to have lunch out those. This is a C. Intention. Mمكن ارجع احاول اكمل في الامثلة. حبة كمان طبعا ممكن يكون مش كل امثلة نقرأها النهاردة عشان ما تبقاش كتيرة قوي قوي علينا لانه امثلة الزمن دوت شوية كتيرة. فتعال اقول لك مثلا ان انا كنت بقرأ معاك. في صبحت 147 بقول لك سارة سوف تفعل المصدر. المصدر سوف تفعل المصدر. هل هل تحضروا شيئاً للمساعدة؟ نعم سوف تحضر بعض المصدر في المنزل. سوف أعرف أحمد في الوقت 9. سوف أعرف أحمد في الوقت 9. 9. 10. 11. 14. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 19. 20. 21. 21. 22. where are you going to leave when you finish your studies i am going to go out i am going to come with you to the cinema tomorrow much better than at all i am going or i am coming with you the cinema tomorrow how the cream will be doing the housework all morning tomorrow at five next friday i will be visiting one of my old friends the 5th of the jimmy will be staying at university if you feel the time 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 when the rhodina is 20 she may be studying medicine at university omar will be watching a football match at night tomorrow this time tomorrow some will be traveling to cairo with her family the manager will be interviewing some applicants from three to five tomorrow in 10 years time more people will be living in yourselves when you return home i may be prepared preparing lunch i can't go to the club next friday because i will be planting some trees in my garden will you be using your digital camera tomorrow the number of people may still be increasing in the future at seven tomorrow the bowl will be containing fresh water she will have answered the test by eleven o'clock the test will be her will have been answered by eleven o'clock father will have arrived home before five o'clock by this time next week i will have heard my test result when mom arrives home we will have cleaned our rooms this time tomorrow i will have written the report this time tomorrow i will write 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 the report احمد تنتظر المنزل في السطول يشبهي يدعو في الساديوه لايوجه كل شيء تمت تتعان نسى الديه كاروس 5 التالي اتابع لنجا كاروس في السامر تيرى عدد في مرات تقديم إذا كانت قمت بها فستة سيدان سامة تتعو أولاق برسي دي Watson Next Monday my sister is getting married tomorrow the manager is interviewing some applicants after tomorrow's meeting We are meeting the minister at eleven o'clock next to Tuesday I am having lunch with my uncle next Monday I'll tell you. A simple lesson you can listen. the course starts in October هذه المترجمات لا تنتهي منذ 2.30 ويجب أن يكون لأجل في الأنم سوف أعود المترجم بعد ذلك المترجمات لأجل في المترجمات سألت مرة أخرى سألت أحمد لأجل عندما يرى ممكين لأجل في المترجم سألت المترجمات أما لسا حلا ما سالك انا مش عرف ازور او مش عرف اروح بسبب ان انا هبقى مستمر انا كده اخدت امثلة ثلاثة يونت بالفعل فبالتالي مفروض انتقل للنقطة اللي بعدها مفروض ان اقولك حل باقي اختيارات يبقى انا كده قراطي جماعي تشابتر سيكس بالفعل علي بالضبط اه اربعة اسئلة يبقى معنا كده ان انا هقولك نقل سين زائد جيم صاد اتنين وسبعين وثلاثة وسبعين السؤال سبعتاشر الى السؤال عشرين يبقى معنا كده ان انا النهاردة عندي التشابتر سيكس انا خلص اسئلته وابتدي اخرق مع اناس وقوله يا اناس وابتدي اخرق مع اناس وقوله يا اناس انساستت ان البيب يمسل في اعتقادة هي كمصر او مجويتش انه يخلي العملة اللي بعتها البيب لامعة اي سيكي بكوز اطفال لها تشيني كوينة او بانكنوتس يبعى الاطفال باين جدا انهم بيحبوا اي حاجة بتلمع وخاصة لو عملة معدنية و الاوراق النقدية جديدة لان ومدى الراجل اللي ادى بيب العملة المعبنية كان امين كان امين جدا ان هو ادى بيب العملة اللي رسلها مجويلش اليه وعليها وراء نقضية من فئة الدونية ماذا سيحدث لو مجويتش قال الجنود اللي واقفة ان بيب هو اللي قابل المبرد عشان يهربه؟ ماذا سيتم القبض على بيب عشان هو بيساعد مجرمها هانتك مفروض ان انا هسمع في الواجب للمرة 8 سؤال زائد اجابة يبقى معنا كده سمع في الواجب سؤال زائد اجابة شابتر 4 من اول السؤال رقم واحد لغاية السؤال الرابع وده هو صفحة 49 النقطة التاسعة يا جماعة هقولك اقرأ القصة في نقاط اقرأ القصة بتاعت شابتر 3 اللي هي هتبقى صفحة كامل 31 32 33 هلاقي ان هو عامل لي شابتر 3 في 51 موقع النهاردة كان مفروض ان انا هنائش شفوي قواعد يونت 6 قواعد يونت 6 لان امسلت يونت 3 كان شوية كثيرة طيب مفروض ان انا هعمل لي دلوقتي مفروض ان انت هتقرأ معي سريعا جدا بدل ما ادخل في شابتر 7 لا هقرأ معك القصة في نقاط شابتر 1 وبعد كده هتبتدي انت توقف الحصة وتبدأ تسمع اللي كان مطلوب منك النهاردة مفروض ان كان مطلوب كان مننا شافوي ان احنا نكمل يعني اثنين في الحصة مفروض مننا كمان حاجة تانية المرة القادمة يبقى معنا كده ان احنا مطلوب مننا النهاردة ان نيجي نوقف الحصة ونعمل حاجتين اول حاجة هتكمل تسميع حروف الجوري بتاعتين السبعة وكمان هتكمل تسميع يونت اثنين بقيته مهما كان باين البرنامج اللي انا شغالة به انه قاصي بس خلي بالك انه رياحك غير انه هو قاصي علي مش قاصي عليك انتو لانك انت لازلت في جسم الساعتين وانا انجزت كل دوت فيبقى انت العملية مش قاصية عليك لوحدك انا كمان العملية معي شديدة ان انا دي كل المنهج بالطريقة دي في التدريس مش عشان تنجح لكن عشان تجمع لغة تعال نقول مع بعض فليب Praype فليب Pe'reep فليب ripp أي عشان لجمع الامراراتور والمحظمها نظر أظنisstà الكلامح انه واضح systems نصور مس良hl وان شت'd بيب's parents and five of his brothers and sisters died when بيب was very young so he doesn't remember them. عنده خمس أخوات بنات وولاده وهو كان صغير لما ماتت أبو أمو فمش فاكرهم. miss joe is not kind to her brother peep but mr joe her husband like him. mrs joe is always angry and she always complains about peep. mrs joe is 20 years old than peep. مش عندها خمس وعشرين سنة يا جماع. هي أكبر منه بخمس وعشرين سنة. joe is the village blacksmith. peep goes to visit his parents grave on christmas eve. he cries because he is sad and lonely. when he is going home he sees a convict in the marshes. peep jumps out of his skin. the convict is called Miigwech. خلي بالك. انه في الترم الاول انت هتعرف ان اسمه Miigwech. في الترم التاني هيبقى اسمه privacy. وده هو هقولك تطور الشخصية. Miigwech has escaped from the present chapter. Miigwech has leg Aaron. Miigwech asks peep about his name, where he lives and who he lives with. Miigwech asks peep to bring him some food and file. Miigwech needs the file to take off the iron leg. peep promises to get him the food and the file and runs home. peep feels safe when he arrives home. but his sister is angry with him as usual. Miss Jo, peep's sister, doesn't like the idea of looking after him. While walking in the kitchen at night, peep hears a sound that warns the people in the village that a convict has escaped. the next day is Christmas day and there is plenty of food in the kitchen. peep takes all the meat pie that he finds in the kitchen and a file to give them to marriage. peep returns to the marshes to take the food and the file to Miigwech. Before peep sees the Miigwech, he says another convict, but they don't talk to each other. there are two of them. Miigwech gives him the food and the file and tells him about the other convict. After eating the food, Miigwech uses the file to remove the leg iron. Beep runs back home. At home, Miss Jo was preparing the house for the guests. Beep feels guilty for stealing the food and the file. The guests arrive and Miss Jo invites them to try the meat pie. Invites them to try the meat pie. Miss Jo goes to the kitchen to bring the meat to Beep. What else? Beep is horrified because he has taken all the meat pie. Beep runs to the front door and opens it to go out to space to escape punishment. When people open the front door, a group of soldiers enter. The appearance of the soldiers makes the guests forget about the pie. The soldiers need a blacksmith to mine some handcuffs. The soldiers say they are looking for two escaped convicts. The soldiers think the escaped convicts are hiding in the marshes. Beep doesn't tell the soldiers that he has seen the convicts. Jo means the handcuffs. The soldiers leave four marshes. Beep and Jo follow them. The soldiers don't find two convicts. Tell me that they are angry shouts nearby. I'm saying goodbye. This is the kept coming from the I will say goodbye. I hope that you will find a lot of money. If you found the money out there for sale... I'm going to give you like so. If you find the amount of money that you have not left from the analogy ... If you have any friends of my friends, they might have a line with English. People have a lot of answers with me and you had a lot, if you have a lot of money that has been written about the English people, you would have understood them. I would like to share. اسئلتكم المتعلقة باللي انا شرحته واشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله